شهاب أنت حي؟ الحمد لله أنك طيب أنا فكرت بكل شي قلت خطفوه قلت طاحب بير الحمد لله وين كنت يا رجل؟ من أنت؟ أنا صاحبك من أنا سيت؟ أي... أكيد أنت الحرامي أنا حرامي؟ شهاب أنت الحرامي اللي تسرق الملابس أنت الحرامي اللي سرقت الملابس يا عسكري الحين أعلمك انا صاحبك انا هذا حرام انا خويك اه وش اللي حرامي ودوا للقاضي ودوا للقاضي انا خويك يا رجل اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله يا ربي على فضلك ومنتك وكرمك الحمد لله اللي رزقني سبحان اللي يقول وَلَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللهم لك العمد والشكر حين اندي فلوس كثير اللهم لك العمد سبحان منبدل الحال بحال الحين اشتري بضاعة اكثر من اللي عندي لا 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 اشتري محل واملاه بضاعة وتوسع ويا ربي ارزقني أعشاب تعافيكم وتشافيكم بعد الله سبحانه وتعالى عليكم السلام هذه مفيدة هذه جدا جدا للأمعاء وفي خمسة عشر درهم بس جميل الله يكتب لك أشفه العافية سب سب الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية أعشاب أعشاب تداوى بالأعشاب تداوى بالأعشاب رضوان؟ لا ما أنا برضوان؟ إلا أنا أعرفك زين أعرف وجيك ما أضيعه هالحين عرفت رضوان زين؟ تذكر يوم أجيك بالمحل واطلعني حرامي وخليت الحرس يأخذوني للقاضي لكن أبشرك القاضي عرف أني مظلوب وما قاعدني إلا ساعة عنده ومشيت إيه أنت اللي ذيك اليوم جيت لمي إيه ما عربتك يا ابن الحلال ترى الملامع عليك أنت ترى آخر مرة شبتك كنت تعبانه وشكل التعب غير شكلك ولا أعرفتك زين ذيك اليوم شلوم ما أعرفت زين وأنا مليت وأنا صايح عليك أقول لك أنا صاحبك أنا خويك وأنت ما أودك تسمع أنا ما انتبهت يا ابن الحلال ما سمعتك زين ما سمعتك أنا ما شاء الله تبارك الله صار عندك عشاب ما شاء الله ومحل وعشاب كثيرة ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يقول وَلَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَكُمْ أنت شو صار عليك؟ أنا أنا خسرت كل شيء أنا أنا جاسس حرام يسرق بضاعتي وراعين المحل عيّوا يعطونا أمه لأنه أسدد الإيجار بعدين وطردونا من المحل صار لي فترة أدور أحد يشغلا أي شغلة بس بدي أشتغل شوف يا شاب شوف لك شغلة ثانية يا ابن الحلال بس قبل الشغلة الثانية وقبل ما تدور استغفر ربك وتب إليه سبحانه وتعالى صف نيتك وإن شاء الله تسين أمورك بإذن الله ما لقيت شيء أنا دورت حاولت كل شيء ما لقيت شوف تدري أنا أفضل شيء أعرف له العشاب وأنت تدري مشتغلين مع بعض من قبل وأعرف للعشاب بلحة وش رك تشغل عندك شغلك؟ بكل تم طيب وش تشتغل عندي؟ أي شيء أي شيء أنا راضي من خارك أردت بالمحل وأفتح قبلك أجهز كل شيء ايه طيب أنا أقول لي يصير خير إن شاء الله خلا فكر بالموضوع وتعالي بكرة مثل هالوقت ويصير خير خلاص بكرة إن شاء الله جايك بس هال خلاص صار إن شاء الله ما تشتغل أنا عندك قضيت والحين عرفت الأسعار والأصناف كلها صح ولا لا؟ ما عليك عارفين كل شيء نسيت أن نشتغل مع بعض كل شيء عارفه لا تشيلهم نايزين المحل من داخلي مليان بفضل الله من العشاب كله أبيك تجمع كل نوع يصير مع بعض عشان إذا جينا ندور بعدين ما نتعب إن شاء الله أرحوا كأنه أنت اللي موجود لا تشيلهم خير إن شاء الله سلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله هالا و سهلا ايه هذا الخبل يصير تاجر وأنا أصير عنده عامل لا 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 مستحيل يصير لازم كل هالبضاعة والفلوس تصير عندي الليلة بيدي وملك الحالي و أطلع من الدينة كلها سمعوا طلع كل شيء سمعوا استعجب سمعوا يا أبنال حالة طلع كل شيء دا تخلي شيء أبد اللي حسبت و طلع صحيح يا شهاب ما خاب ضل ترجع تخون من جديد تحسبني أني مصدق توبتك لا حول ولا قمطة إطلق لله لا 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 رضوان؟ ايه رضوان رضوان اللي طلعت أنتوا إياه من القرية ما معكم شيء رضوان اللي سكنت أنتوا إياه بغربة واحدة رضوان اللي قاسمك الخبزة رضوان اللي أنت سرقته وهو مريض لا تظنيني ما أدري رضوان اللي جالك وناديت له هالحرس وقلت سارك رضوان اللي أنت جيت له منكسر وذليل شغلك مرة ثانية ما كان مغفل كان يرجو من الله أنه يكون بك ذرة وترجع من جديد لكن رضوان ما تمشي عليها على عيبك مرتين لا يلدغوا المؤمن من جوحر المرتين أمسكوا يا عسكري